عامل مساعد لو ان هي الملل المستقر ده انه يفضل المستقر يتنموض لان الفلوس بتنعنش النفوس بالضبط ولان كمان حاجة لو احنا بقى اتنقلنا للمستوى الاجتماعي العالي هي هتمل ليه اه جوزها كده وخامل ومش لطيف اتا وانا هروح بقى اشوف اصحابي وحاشوف اخرج وهعمل عايز ذلك سؤال انا ليه لما بقابل صاحبي اللي هو بقابله كل يوم ما بملش منه علشان انت بتمهر يا وانت لما بتعمل صاحبتك اللي بتعودي معه على التليفون بالساعتين ايوه ساعتين بايام خلص اف عايز ايه طب ما انت قاعدة متركعة ومكلمة صاحبتك وحكيت لها المسلسل كله وبعدين اول اه نعم مليت طب دي ما بتمليش ليه ما بنملش من اصحابنا او بعض الناس يعني بيملوا من الطرف الاخر اه هو بس اللقطة بتاعت ان انا بمليش من صاحبي اللي حضرتك بتقوله لصاحبك اللي بتقابله كل يوم علشان انت وهو ما بتتقابلوش في كامل الحياة انت بتتقابله في الاخر في حتة مشتركة بينكم فبالتالي الحتة دي دايما فيها شغف تمام انا بيبقى عندي مع صاحبي شغف اكتر من مراتك اه طبعا لان مراتك انت مشترك معاها في حاجات كتير اكتر من اللازم فانت مطلوب منك انك انت تجاتل التسويت يبقى ثلاث اضعاف ما يبتدينا والنعم دخلت في الثمانية وخمسين فبالية قلتلك هدوصل خمس وسبعين او اكتر كمان فحضرتك انت وصاحبك عندكو حتة مشتركة دايما انتو في عندكو شغف ليها يعني مثلا بتيجوا تتكلموا في الكرة الكرة دي جزء من حياتك وكله شغف طب ليه ما نتكلم مع مراتي في الكرة وكله شغف الفرق بين شغفي مع صاحبي وشغفي مع مراتي لان هي ممكن تكون اهتماماتكو مش مشتركة وانتو معرفتوش تعملوا حتة يعني كومن اريا او يعني جزء مشترك في حياتك ليه انا صاحبي هم لقوا الحب ما بين الزوجين تلات انواع او اربعة الحقيقة حب الصحبة والحب الرومانسي والحب الجنسي وحب التمالك حب الصحبة اللي حرارك بتقول عليه اللي زي العلاقة بيني وبين صاحبي اه يعني انا انا امراتي صحاب اه زي ايامة دور فرند والبوي فرند لو انتوا صحاب الجزء ده مش هيصيبوا الملل يعني هتنزلوا بقى تروحوا تحضروا عرضوا قبرة مع بعض تروح تحضروا نادوا ساقفوا مع بعض فا اجمل العلاقة بين الزوجين انت بتقول لي اللي فيها الصحبية لا الاصحاب اصحاب اه ليه بقى ان فيه اهتمامات مشتركة وانتو الاتنين داخلين فيها فالملل صعب او او انها يدخل وبعدين صحبك احنا الاتنين نحب نلعب سكواش مثلا صحبك انت بتبقى مختاره ومعندكش اي مشكلة مش مفروض عليك زوجتك مفروض عليك اه